المهمة أن هؤلاء الشباب يذهبوا إلى أشد أقوال العلماء ما نقول تطرفاً لكن الشديدة ويأخذوا بها ويتركوا باقي أقوال العلماء هو كما قلت لك والمشاهد الكريم تفتيت هذه الظاهرة يحتاج تسليط الضوء على عدة جوانب ولهذا لم يكن عبثاً أن علمائنا قديماً سموا بعض هؤلاء الناس أهل الأهواء المسألة لها علاقة بفهم خاطئ رغم الإخلاص قد يكون الإنسان مخلص هذا تشيخ نبي بيه يقال أنه مرة قال أن أكثر أهل النار من أصحاب النوايا الحسنة يعني النية الحسنة لا تشفع الإنسان يعني الخوارج يقال أنهم كانوا عباد وكذا ونواياهم قد يكون الداعشي هذا أو كذا نيته حسنة لا ندري النوايا لكن النية الحسنة لا تشفع هناك هدي لا بد أن تكون على الصراط المستقيم وبالتالي هذه الظاهرة الظاهرة لا شك معقدة ولا يمكن الحكم عليها بشيء واحد لكن أنا ما يهمني أكثر بصراحة وأنت أشرت إليه إشارة جيدة في البداية هو أن لا يتهم هذا الدين نعم يا أخي أنت تريد أن تكون مجرم هذه مسألة تخصك أنت مريض لا تفهم الدين هذه مسألة تخصك إذهب وتعلم لكن لا تحمل الدين الإسلامي الذي من اسمه الإسلام السلام تحمله معاني التكفير والتفجير والتخدير والهدم والدماء والكذا وتستدل بنصوص دينية أكثر ونيس هنا الإشكال يعني أن حتى الإعلام الغربي بمكره ويعني هذا نمذج إسلام داعش وقدمه للعالم أن هذا هو الإسلام لازم نعترف أخي كريم لازم نعترف من بني جلدتنا من أمتنا هؤلاء الشباب أتوا من المريخ يا أخي ذو ظهروا من بيوتنا لازم نعترف صحيح أن الإرهاب لا دين له يعني ما مرسوا اليهود والأمريكان من إرهاب في هرشيما ونجزاكي وفي العراق وفي كذا وفي البوسنة كثير لكن لازم نعترف أن هؤلاء يتذرعون بنصوص دينية صحيح وأنا أختم أريد أن أقول شيء رائع ذكره الفخر الرازي في تفسيره الكبير أن دائرة الولاء هناك ثلاث دوائر هناك دائرة التي ذكرتها لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء قال هناك الولاء المباح الذي هو الأولاء العاطفي والحب الفطري وكذا وهناك الولاء المحرم الذي قد يخرج من الملة وهو الولاء العقدي لأنه نوع من التصويب لعقائد الكافر إذا وليته على كفره إذن أنت رضيت بهذا الكفر لكن هناك نوع ثالث وأعتقد أن هذا أوتي منه كثير من الشباب ذكره الفخر الرازي وهو الولاء المحرم وهو ما قام به سيدنا حاط بن أبي بلتعى وكان سبب نزول هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة هنا هذا الولاء لم يخرج سيدنا حاط بن أبي بلتعى من الملة سيدنا حاط بن أبي بلتعى والى أهل مشركي قريش ومحاربون ومحاربون من؟ محاربون مصطفى صلى الله عليه وسلم يعني هو والى جيش آخر ولمصلحة لبعض الديار أو الزروع أو كذا بعث لهم برسالة هل أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من الملة؟ لا ورغم أن هذه الآية نزلت وبالتالي هناك نوع من الولاء الذي هو ولاء محرم وهو كبير من الكبائر دون شك ولكنه لا يرقى لمستوى الردة والتكفير أنا أتمنى من الشباب وهو يستمعون إلي الآن أن ينظروا ويفحصوا هذه الآية وسبب نزولها وكيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا حاطب الآن لو واحد مننا أنا أضرب مثل والدين لا يترك لأن تتلاعب به الأهواء أو يكون مع عاطفة البغض أو الحب صحيح لو الآن واحد من بني جلدتنا أرسل رسالة مثلا لعدو من أعداء أوطاننا نعم رسالة يقول لهم فيه هناك معسكر في الرياض والله معسكر فيه كذا خيانة كبرى هذه هذه خيانة كبرى ولكنها وعقوبتها لإعدام في معظم ولكنها رغم كل هذا لا تخرج من الملة هي كبيرة ويعاقب عليها ربما حتى عقوبة تصل لإعدام تصل لإعدام صحيح ولكن لا نحكم عليه بالكفر يا شباب الكفر جريمة كبيرة جدا إذا كفرت الإنسان ستترتب على هذا التكفير آثار استحلال الدم التفرق بين الزوجة لا يدفن الكفر جريمة كبيرة ولهذا لا يمكن نحن نأخذ بظاهر الناس نعم من قال لا إله الله محمد رسول الله فهو مسلم